العيشة في امريكا عليش عزوره انه عشان عندي برد بس هتلاقي انه مخنف شوي انا عشت في طرة طويلة اوي في بلد اسمها ميامي ميامي دي مدينة كبيرة جدا زي قائرة كده في ولاية في اللوردة و اعرف عن ميامي اكتر معرف عن اسكندريا اللي هي اصلا مسقط رأسي علشان تعيش في امريكا لازم تفهم طبيعة المجتمع اللي انت حتعيش فيه بمثلا ميامي يعني ميامي مثلا مجتمع اغنية اوي او ناس بتمثل انها اغنية اوي يعني فيه مثلا ناس بتأجر عربيات فارغة جدا لمدة يوم عشان يسبك بس الدور يجيب له فراري يجيب له رامبرجيني يجيب له المهم علشان يسبك الدور بيخرجوا لابسين العلحاب لكله وكل واحد بيمثل ان هو سلابرتي او ان هو يعني بيك ديل او ان هو حاجة كبيرة او 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 فمجتمع بالمنظر ده عشان تعمل فيه بيزنس حاجة من الاتنين يا حتلعب على الفقرة اللي بيمثلوا ان هم اغنية او حتلعب على الاغنية بجد يعني مثلا واحد مثلا راح جاب مثلا خمس ستة عربيات فارغة لمبرجينيز فراريز مش عارف ايه الكلام ده وراح جاي فاتح اجانس تأجير عربيات ده هيكسب وهيكسب كويس جدا لانه حيلعب على الطبقة اللي عايزة تمثل ان هم اغنية او حيلعب على الاغنية نفسهم اللي عايزين يؤجروا عربيات زي كده يخرجوا بيها يروحوا الحفلات بتاعتهم اللقاءات الكلام ده كله عشان يسبوكوا الدور او عشان يرسموا الدور وفي طبقة تانية الناس اللي هي بتخدم الاغنية يعني مثلا ايه ميامي ديف بالنسبة للامريكان حاجة كبيرة جدا يعني عايزة اقولك الناس بتحوش مثلا عمرها كله عشان تيكي تقعد عندنا اسبوع البحر بقى والافلام اللي اتصورت في ميامي وبتاعة مش عارف ايه يعني هي مدينة اصلا وتاريخها كبير في المافيا والمخدرات والمش عارف ايه فطبعا والافلام ومشاهير ياما عاشوا فيها وماتوا فيها ويعني مثلا ارماني مش عارف مايكل جاكسون كان عنده شقة جوين ستيفاني عايشة هناك شاكيل اونيل عندك كمية مشاير عايشين دونالد ترامب عايشين في ميامي بصفة دايما بحويت فلما يكون المجتمع بالمنظر ده انت عشان تفتح بيزنس طبعا انت لو بتدور على وظيفة ما نصحكش في المجتمعات الكبيرة دي ده لان الفلوس اكتر بكتير من انك تستنى اخر الاسبوعين ولا اخر الشهر عشان تقبض مرد تبتافه لا حيفتح لك يعني بيت ولا حيغنيك من جوع يعني يبقى كلام فارغ يعني تخد لك مثلا 20 دولار في الساعة انا كنت سنة 2006 2009 بشتغل في شركة ديش اسمها ديش نتورك فكانوا بيدوني 23 دولار في الساعة وما كنتش وكنت مديون وكنت عايش في شقة قضة وصالة ومديون الحياة غالية جدا فانت بتتكلم في مستوى معيشة انت عشان دول يبقى جرانك دونالد ترامب وجوين ستيفاني ومايكل جاكسون والناس دي لا الناس دي المحلات حواليهم غالية والدنيا كلها غالية فانت بتتكلم السلابرتيز المليونيرات فحكاية انك تجيب وظيفة دي فشلة ودي اخر وظيفة انا اعتقد اشتغلت لكت في 2009 ودي كانت اخر مرة اشتغلت عند حد وكانت شركة كبيرة جدا اكبر شركة الساتلايت في امريكا هم اصلا اصحاب الامر الصناعي اللي فوق في السم فطبعا عرفت او حسيت انه العيشة هنا مش هتنفع على وظيفة فكان لازم افتح بيزنس فقبل اير بي ام بي ما يطلع كان في حاجة اسمها جريكس لست تقدر تأجر اوضم على جريكس لست لشخص لشخصين اي حاجة يعني فبقى ده تأجر على بقيت اجيب فيلا او يعني بيت هاوس مش شقة هاوس مثلا ثلاث قوض واجروا زي اير بي ام بي كده بعدين طلع اير بي ام بي فانا قلت عليه لانه كان جريكس لست انت الآن على فلوس هكتر الزبون هيدفع مش هيدفع طب لو مش عايز يخرج همشي ازاي انما اير بي ام بي غناني عن كل ده يعني مفيش اصلا تعامل بالفلوس هو بيدفع من قبل ما ييجي وفلوس بتخش في حسابي من غير ما تكلم معه في حاجة انا بس اعمل له تشيك ان وتشيك اوت يعني دخله ولم ييجي ماشي ابص اشوف هل فيه مثلا دامج حاصل كسر حاجة بتاع مفيش طب خلاص باي باي ويسيب لي ريفيو خلاص فالبيوت اللي كانت في مناطق وحشة مناطق مثلا تعتبر خطر فيها نسبة الجريمة عالية بتاع مش عارف ايه البيوت دي كانت اسعارها كويسة فانا دلوقتي بقيت ااخد البيت ده اقجره فكان مثلا البيت يقف علي ب1500 دولار ثلاث اوض في الشهر فاخد مثلا لي اوضة والاوضة التانيين اقجرهم فاقل اوضة هيبقى مثلا ب250 300 فبدأت اول مؤجر اعمل الاوضة ب50 دولار 50 دولار في اليوم 50 دولار في 30 يوم ب1500 يبقى انا كذا دفعت اقجر البيت والاوضة التانية 100% فلوسها مكسب لي بعدين لما لقيت الدنيا ماشية كده طب انا اعمل اجيب بيت كمان وبيت كمان وبيت كمان لغا بما وصلت لمرحلة 4 بيوت عندك حوالي 12 اوضة انت ماخد واحدة والباقي كله اجار اوضة بتدفع الايجار اوضة تانية بتدفع ايجار البيت كله والاوضة التانية كلها بتبقى مكسب 100% مكسب فبدأت اعمل الموضوع ده مش معايا كده لانه مفيش حكا اسمها اوضة في ميامي ب50 دولار في اليوم مفيش الدنيا غالية جدا فطبعا بدأت لقيت نفسي غصبا عني او من غير ما حس بشتغل على الطبقة السياح اللي نفسهم يقضوا وقت في ميامي ومعهم ش يدفعوا 300 في اليوم وفي نفس الوقت شغال على ناس تعتبر فقرة لانه مفيش حد مليونير حاجي ياخد عنك ب50 دولار في اليوم مليونير بينزل في قوتيل ب300 دولار في اليوم عادي وبيقعد الاسبوع بتاعه بيمش بدأت الزباين اللي عندي دول اقول لهم لو محتاجين حاجة يكلموني فبيحب وعايزين يروحوا يتفسحوا في ميامي يروحوا مثلا جنينة الحيوانات يروحوا البحر يروح مش عارف ايه وانا عندي عربية وهم جايين طيران ونازلين عندي وركبوا اوبر وبتاع فبقيت اقول لهم شوفوا اوبر هياخد منكم كام وانا اخد ارخص لان اوبر بيخزم 60% من فلوس السواء لنفسه في امريكا فانا لو شلت لهم 10% انا كسب اتفهم انا ما كنتش باشتغل اوبر انا يعني هوصلهم حبي ما بيني وما بينهم وهوض الفلوس كاش او عن طريق التحويل او اي حاج فبدأت اعمل من الزباين دول زباين للعربية نفس الناس انت مسكنها عندك وكمان مشغالة في العربية ومشغالهم على العربية عايزين اروحوا اي حتة انت بتوصلهم وتستناهم او وريفر حسب الاتفاق او ترجع تاخدهم وقت تاني وتعمل فلوس من البيت والعربية من غير شغل فلوس كويس جدا 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 تبدأ بقى ايه الفلوس تتراكم عندك لان انت خلاص دافع كل عليه وبيجي لك دخل جامد طب هل هي هتبقى متأجرة الشهر كله اه ليه لان اصلا مفيش حاجة اسمها 50 دولار ولا 60 دولار في الليلة في ميامي بالزاد في الهاي سيزون اللي هو وقت الشتاء في الشتاء ميامي حر ودافع وامريكا كلها مجمدة وتلج فالسيزون عندنا لغاية شهر اربعة بعد شهر اربعة بتبقى خرابة كل الناس بتمش وتسبها لان هي ماشتة الناس بتيجي في الشتاء الصيف في ميامي حر واعصير ومطر وبتاع اقوم كسر العقود اللي انا بتعملها بتاعت البيوت دي كلها وطالع على يعني ولاية تانية تكون بتشتغل في الصيف زي مثلا ساوث كارولاين فبقيت ست شهور اعيشهم في ميامي وست شهور اعيشهم في ساوث كارولاين علشان خاطر البزنس بتاعي يستمر السنة كلها وطبعا بنقل ما بين الولاية والولاية ده كان بيبقى صعب بس كانت متعة بالنسباني لانه محدش جابرني على اللي انا بعمله انا بحاول بقى بزنس مام مع نفسي من خلال تليفوني وعربيتي وبيتي من غير ما حد يديني اي اوامر ولا يقول لي اشتغل او ما تشتغلش وفعلا الدنيا مشيت معايا على كده وقعدت على كده سنين طويلة لغاية ما الكورونا جات في 2020 فعايز اقولك لازم تفهم المجتمع اللي انت فيه عقدته ايه معظم عقدة امريكا السكن السكن دايما غالي في امريكا وبتاعة مش عارف ايه ولو توفر السجن هتتوفر حاجات كتير جدا لانه كل حاجة سهلة بعد كده الشغل سهل والسفر سهل والاوراق بالمحامي تبقى سهلة والدنيا متزبطة وامريكا عامل حساب كل الناس فاللي هو ايه عامل حساب كل المواقف يعني اللي الناس بتتعرض لها فاتبوس تلاقيهم لو مجرد ما تعرف السكة خلاص تمشي وطبعا لا فيه عرب ولا مصريين ولا قبل يش دعوا بحد خالص أنا بشتغل مع الزباين ايا كان جنسياتهم بيجوا يسكنوا عندي وخلاص على كده وبقبض وقاعد ما بشتغلش شوية تعمل يوتيوب فيديوهات شوية تشتغل بعربيتك شوية تشتغل بتأجير بيوت شوية تسافر ولاية تانية منها تغيير جولية وتعمل صداقات بكل أنحاء العالم واللي بيجي دول سياح يا سياح يا طلبة يبتع بيسكنوا عندك لانه ما فيش حاجة اسمها خمسين دولار في اليوم في ميامي واللي جاي عامل حسابه ان المدينة غالية فانت كواحد ريزدنت هنا او ساكن هنا ومشغل الدنيا دي كلها انت مستني الفلوس دي وبتيجي لان هي مدينة مركزية جنبها ثلاث مطارات دولية ميامي ميامي انترناشنال ايربورت فورلادادل انترناشنال ايربورت ووست بام بيتش او بام بيتش انترناشنال ايربورت فانت عندك ثلاث مطارات دولية عملين يكوبوا عليك ناس يماتي كل يوم فانت بتتحجز البزات لو سعرك كويس الموسم كله واول ما الحجزات تقف تقف هو انت بتعرف ان دي بداية الصيف يعني اللي هو الجو الوحش فان مفيش حد هيجي هنا فتقوم لا من بعدك وطالع على حتة تانية او ممكن بقى اللي عايز يصبر في اللو سيزن بس كده بقى ايه لو فضلت مخلي البيوت دي فاضية ائجارها وميتها وكهربتها والبتاع هياخد مكسابك اللي انت عملته خلال الشتا فانا بقفل وكمل في حتة تانية لان انا فرضاني والواحدي ومفيش مشكلة وده على فكرة بزنس ممكن اي حد يدوره نفسه ما انتش لازم تجيب عمال مفيش انت مش محتاج حاجة حتى لما الزبون بيجي ينام في القوضة ويمشي يعني انت بتشيل ملايات تخسلها وبيحط ملايات تانية زي اي قوتيل وخلاص على كده فيعني انت حرفة ما ببيعش حاجة مفيش مخلوق بياخد حتة من القوضة وهو ماشي واخد بالك ممكن مثلا تعرضت ان في واحد مثلا مرة كسر تلفزيون وانا كنت بحب جدا لما يكسروا حاجة لانه شركة التأمين اللي كان مثلا لو كسر حاجة بعشرة انا بقول الشركة التأمين ده كان بمية فانت بتكسب فلوس اكتر كمان من التأمين بتاع اير بيان بيليون وبيأمن على كل واحد بمليون دولار على كل واحد يسكن عندك بمليون دولار على بيتك يعني فبيحصل دامج او تكسير بتاخد صورة بتبعتها لهم فلوس بتخش في حسابك بتجيب غيرها سواء كان تلفزيون كوباية طبق اي حاجة كسرت مش مشكلة فما كنتش الامن حاجة خالص طبعا كنت عامل هاوس رولز يعني مثلا ممنوع تدخين في البيت ممنوع لان انا انا بدخن فبدا خنبر ممنوع المخدرات في البيت في الاخرة بدي بيتي انا وما كانش وقتها المخدرات قانونية حاجات كده فبتكتب الكلام ده على مثلا على الابليكيشن على تحت الليستنج بتاعتك او الاوضة بتاعتك والناس بتيجي تلتزم بالكلام لان هو ده الاتفاق في الاول وكانت فعلا خبرة كويسة وبتاعة مش عارف ايه فانت علشان تعيش في مجتمع زي كده انت لازم تفهم عندك مجتمع مثلا تاني زي نيورك زي شيكاغو زي مثلا في سليكون فالي في كاليفورنيا عندك لوس انجلس فانت لو عايش في مدينة من المدن الكبيرة دي انت لازم تعرف المجتمع ده عقدته ايه عشان تحاول تشتغل في العقدة دي لان دي بتبقى العقدة اللي كله بيلف حواليها عشان يحله فهتخذ لك من الحب جانب لو سكنت في ولاية تانية مفهاش الزخم اللي في المدن الكبيرة مش هتعرف تبقى او الفرصة مش هتبقى زي ما هي موجودة في الولايات الكبيرة يعني انا انصح بالمدن الكبيرة لان الابتونيتي او الفرصة فيها بالهبل معظم الناس دماغه ديقة احنا كشعب مصري متعودين ان احنا دايما واننا بيشوف العقدة عمال عايز حد يقبضني لما عشان اشتغل انا الواحدي احنا متعلمناش متعودناش نفكر كده فتيجي مثلا تحصل على وظيفة في بلد زي امريكا تبقى زي الناس اللي بتشوفها عندي في الكومنتات انت كذاب انا مش لقين ناكل احنا مش عارف ايه انت فيه ناس راحت امريكا بقوا مليونيريات وفيه ناس راحت بشحته ده طبيعي ما فيه ناس في مصر مليونيريات وفيه ناس بشحته فمش موضوع امريكا امريكا مش ضامن لنجاحك طريق التفكير الجواه هو اللي حيضمن نجاحك لو انت حر مستقل مش عارف ايه الناس بتقولي لا التفكير ده مش لأي حد وانا احسن لي اخد المرتب بتاعي اخر الشهر وموجعش نفسي عشان البيزنس فيه ريسك انت حر دي طريقة ودي طريقة انا بقولك انا تجربتي الشخصية عملت ايه انا وازاي كنت تعبان وتحولت بقيت فينانشلي فري يعني مديا انا مستقل خلاص بقيت مش قلقان من ناحية الفلوس فحاجات زي كده لما تكتفهم المجتمع اللي انت نازل فيه هتعرف تلعب على العقدة اللي فيه طبعا كل الناس في كل الدنيا لازم تلاقي حتة بات فيها مش حيبته في الشارع خصوصا السياحة كل الناس كل يوم لازم تاكل كل الناس كل يوم لازم تنام كل الناس كل يوم لازم تركب مواصلات او اوبر عشان تروح حتت ومدينة ميامي او امريكا عموما ما فيهاش مواصلات يعني نيورك يمكن فيها مواصلات الباقي كله ومواصلات لا يعتمد عليه يعني الاوتوبيس بيجي كل ساعة ده لو جيه اصلا انا شفت في ولاية نورث كارولاينا في بلد اسمها ادفانس الاوتوبيس بيجي مرة في الاسبوع ولازم تتصل تحجز اللي هو بياخدك من الداونتاون او من وسط البلد لغاية اخرها ويرجع بيجي مرة في الاسبوع يعني في حتت في امريكا لسه بدائية جامد جدا فانت لو نزلت على الاماكن دي هتقول هتصطدم بالصدمة الثقافية ايه ده هي دي امريكا اللي كنت بسمع عنها انا رحت الحتت دي وعيشت فيها ده مفيش اوبر ده مفيش مكدونالد اه مفيش ده مش كده وبس في حاجة في امريكا لغاية النهاردة اسمها دراي كاونتيز دراي كاونتيز دي مقاطعات مفيش كحل متدينة يعني انت عشان تشيري بيرا ولا تشيري لازا انت لازم تروح المقاطعة اللي جنبك وترجع لغاية النهاردة في دراي كاونتيز في امريكا في امريكا مش زي ما انت متخيل او التعميم بتاع اللي بيقتله مسلمين امريكا حاجة وعيشة فيها حاجة وسياسات امريكا الخارجية حاجة زي مصر كده سياسة مثلا مصر مع الامارات ولا بتاع الاحترام المتبادل مش عارف ايه بيحبوا بعض بيتصوروا مع بعض الكلام ده كله ملهوش اي علاقة بالسياسات الداخلية المصر بندرب الجزم كلنا والدنيا غالية علينا ومتهدلين انما لما بيطلع يتعامل نفس الكلام في امريكا لما بيطلع يتعامل مع حد برا ما بيبقاش زي يتعاملوا مع الشعب الشعب جوه له اه له حريات ولو كلام وبيعمل اللي هو عايزه وبيغيروا بيشيلوا بيحطوا جوه امريكا والحاجات الانسانية بتاعت القطط والكلاب والافلام الهندي اللي هما بيعودوا وعملوها والمطافي تيجي تنقذ قط كل ده موجود فعلا ده مش كازم هتقولي ما هم مثلا ايه يعني سايبين اطفال في غزة او سايبين اطفال في يمن ورادين ان هم ومع ذلك بينقذوا القط عنده ايوه جوه امريكا غير براها سياسات امريكا الداخلية غير سياستها الخارجية خالص خالص امريكا بتحاول على قد ما تقدر تدلع الشعب لان هي تبنت على الدلع هي تبنت على كده وهم عايزين يعيشوا عيشة مرفاهة عايزين يعيشوا كويس وعايزين يعيشوا في احترام وعايزين يعيشوا في حقوق فمش معنى ان امريكا برا سياستها زي الزفت يبقى هيا بتعمل كده في اللجو لا خالص مالهمش الاتنين مالهمش اي علاقة ببعض حاجات كده فانت بتتكلم مثلا في مجتمع جديد انت رايح عليه حاول تقعد فترة ما تعملش حاجة خالص سنة او اتنين خليك في وظيفة ولا بتاع ما تفهم الدنيا هنا ماشي ازاي المجتمع ده طبقاته ايه طب انا حبقى فقانه طبقة من دول حتبص تلاقي واحد فاتح بيتزا ناجح واحد تاني مصري برضو فاتح بيتزا فاشل محل بيتزا او مطعم يعني حتبص تلاقي واحد عنده قوتيل ناجح واحد تاني ما عندوش ولا ساكن حتلاقي فهو الموضوع اجتهاد منك دراسة لللي بيحصل العلم جميل هناك تقعد تتعلم تفهم الدنيا ماشية ازاي حيفتح دماغك العلم في امريكا على حاجات انت ما كانتش تخطر على بالك فهتبدأ تغير من حياتك على اساس العلم اللي انت درسته حاول تشتري من البلد اكتر مبيع بالذات في البدايات حتبص تلاقي الدنيا فرقت معاك في المستقبل كتير جدا وخدوا الامور ببساطة امريكا لا هي واقل الصديقي ولا هي بهجة صابر ولا هي بايدن ولا هي حرب على غزة ولا هي امريكا مالهاش علاقة بكل ده امريكا ده كيان سابت بيقدم فرص متساوية للجميع عايز تخط جوا المجتمع عايز تروح تشوف حظك انت الفرصة دي هتتعامل بها ازاي روح عايز تروح ترمي نفسك في حضن المصريين وتشتغل في البيتزا العمر كله وتقبت كاش وما يبقاش ليك اي علاقة بامريكا وبتاع انت حر ده اختيارك انت ده اختيار انا جربت برضو البيتزا وجربت التاكسي وجربت الاوبر وجربت القوتلات وجربت وفتحت بنزينة وفتحت مطعم وقفلتهم وجالي الريسيجن بتاع 2009 خرب بيتي ووقفت على حيلي تاني وبعدين جت القضية بتاع ايدي خربت بيتي تاني انا تخرب بيتي في مصر وامريكا في نفس الاسبوع تخرب بيتي في مصر وامريكا في نفس الاسبوع في 2015 رجعت حرفين الشارع رجعت صفر تاني بعد ما كنت صاحب بيزنس واثنين فالجميل في الامريكا ان انت لما تقع بتقدر تقف تاني على رجلك بمجرد ما وقفت تاني على رجلي جت الكورونا قفلت امريكا هي الدنيا كده هي الدنيا كده فالجميل فيها ان احنا عارفين ان في مصر اللي بيعملوش اوما انما في امريكا لا اوما اتنين وثلاثة واربعة بس لازم تكون فاهم الحيثية بتاعت المجتمع ده المجتمع ده هؤدته ايه مجتمع شيكاغو مش مجتمع امريكا امريكا مش حاجة واحدة كل مجتمع فيها وكل ولاية فيها وكل بلد فيها لها عددها وتقاليدها وقواليها معايش دعوا بالولاية تانية حتى لها الاكسنت لهم اللكنة بتاعت الكلام بتاعتهم غير الناس التاني فلما فهمت المجتمع اللي انا قاعد فيه قاعدت ثلاث سنين اشتغل في شركة الديش دي كنت بعلم الناس ازاي تروح البيوت تركب الديش كنت بدرب التكنيشنز الجدادية اشتغلت الاول تكنيشنز وبعد سنة دخلت في مجال التدريب وبقيت انا قاعد ادرب الناس وهم يجوا يتعينوا عندنا وانا ادربهم اشغلهم ولف عليهم اشوف يشغلين ازاي في المواقع وبتاعة وكان عندنا نوعين من الديش ديش للكوميرشل وديش للرزيدنشل يعني بيوت الناس اللي ساكنة فيها ديش وما يكون بيزنس وعايز ديش تبقيت ادرب ده ودرب ده وعادي على دوكات شغلها كويسة وباخد تلاتة عشرين دولار في الساعة سنة 2008 و2007 ما كانش لسه فيه التضخم اللي موجود وكانت الدنيا ضمار بالنسبة لي مديون مديون وما بدفعش اكدر من ايجاري واكل وشوربي والتأمين والحاجات والكهرباء والكلام ده الحياة غالية الحياة غالية لما تروح حياتها ترخيصة هيبقى الشغل برضو رخيصة هتبدأ تاخد عشرة دولار فمش عشان انت روحت ولاية رخيصة بقى انت هتحوش لا فامريكا متحسبش كده لان الولايات اللي عيشة فيها العيشة الغالية الشغل فيها بمرتبات وليلة والولايات اللي فيها العيشة الغالية الشغل فيها بمرتبات كبيرة فهي نسبة وتناسب والاتنين زي بعض فعيش مطرح ما ترتاح يعني انا بحب ميامي عشان الدنيا حر طول السنة وعشان البحر والحياة بتاعت اسكندرية دي او شبه اسكندرية فيه ناس ثانية مش فارع معها التالج مثلا زي بها جات صاحبي فهو عايش في نيوركو مستقر والدنيا معها تمام وتعود على ساعتها فنام في امريكا عالجنب اللي يريحك لا ترتبط بحد ولا تروح عند حد تحاول تعمل زيه يعني انا ابن خالتي هناك انا خالي هناك ده اكتر واحد مش هينفعك في امريكا ده اقصى حاجة ممكن يعملها لك تبات عنده ليلتين تلاتة يوم ما توصل علشان على ما تشوف لك بيات في حتة تانية او بيت تجيب لك بيت وما تطلبش منه اكتر من كده لانه هو نفسه مش هيقدر يديلك اكتر من كده هو ده اخره فحبيت اكلمك ازاي تقدر تفهم المجتمع بتاع البلد اللي انت رايحها عشان تعرف تستف نفسك مع المجتمع لتبقى حلقة من الحلقات بتاعه الترس بتاعه فاهم ازاي لان انت هتروح مش هينفع تنفاصل عنه بس فحبيت احكيلكم عن المواقف قلودي عايزين تعرفوا ايه تاني عن عيشة الواحد في الولايات المتحدة او في امريكا وانا هعمل لكم وفيديوهات اكتر على الموضوع اشتركوا في القناة